الله العظيم منتخب مصر ده مبهر جدا يعني طبعا أظن أنتوا عرفتوا أن منتخب مصر حقق الفوز التاني على التوالي في كاس العالم لكرة اليد دي المرة دي على حساب المغرب بالنتيجة 3019 الفوز كده يا جماعة بيرفع رصيد مصر للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السابعة طيب كده بالنتيجة بتاعة 3019 مع المغرب احنا بنضمن بإذن الله سبحانه وتعالى التأهل للدور القادم يحتاج بقى الفوز على أمريكا لضمان الصدارة يعني لفوزنا على أمريكا خدنا صدارة المجموعة والوصول لدور المجموعات التاني بالنقاط الكاملة البطولة زي ما حضراتكم عارفين هي بمشاركة 32 منتخب وده للمرة التانية في التاريخ وتستضفها دولتين بالمناسبة بولندا والسويد خلال الفترة من 11 ل 29 يناير اللي احنا فيه سنة 23 البطولة بتشهد مشاركة سبعة منتخبات عربية لأول مرة هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسعودية والبحرين وقطر اه كده سبعة عامة سنة حباعد طيب كل اللي اقدر اقوله يا جماعة احنا منتخبنا بتاع كورت اليد ده منتخب رائع مهول بيحقق طول الوقت المراكز تصنيفه قاعد عمالي على سنة وارد تانية وبالمناسبة تاريخيا يعني احنا في كورت اليد فعلا فعلا متميزين انا اتمنى كل التوفيق لمنتخب كورت اليد المصري اتمنى باذن الله يادر يا كريم ناخد البطولة واده وادود ونغني والله وعملوها الرجالة ونهيس وننبسط وتبقى لحظات جميلة